وصل اللجنة المستقلة للانتخابات في مقرها المركزي بنواكشوت استقبال نتائج الانتخابات من جميع أنحاء البلاد ومما يصعب من عملها ترامي مساحة البلاد وضعف وسائل التواصل فيها أحياناً وكثرة المرشحين واللوايح عمليات البرز بدأت موزو صباح اليوم وما زالت متواصلة والتجري بخطأ حذيثة وتتسارع ساعة بعد ساعة استمت المشاركة وصلت إلى حدود 60% ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 7% النتائج الأولية تشير إلى تقدم حزب الاتحاد من أجل جمهورية الحاكم من حيث عدد البلديات والجهات التي فاز فيها وتشير إلى فوز أحزاب معارضة له في بعض الدوائر الانتخابية أو السعود إلى شوض انتخابي ثان النتائج التي ظهرت إلى حد الآن ظهرت اكتساح حزب الاتحاد من الجمهورية لجميع اللوايح على المستوى الوطني أن تشكك المعارضة الموريتانية بنتائج تصويته هذا مبكر في حد ذاته وما كنا نتوقعه الملاحظ في النتائج الجزئية هو صعود حزب تواصل ذي الميول الإسلامي بشكل لافت ومنافسته القوية لحزب الاتحاد من أجل جمهورية الحاكم في عدد من الدوائر الانتخابية وقد حذر هذا الحزب من وقوع عمليات تزوير لن نقبل تحت أي ذرع تزوير أصوات الشعب الموريتاني وإنما أننا لا نقبل التلاعب بها وهنا نحمل المسؤولية الكاملة للجمهورية المستقلة للانتخابات أنها تثبيت استقلاليتها الحقيقية النتائج الجزئية أظهرت أن الحزب الحاكم يمتلك خزانة من الأصوات في القرى والمدن الداخلية في حين زحمت أحزاب المعارضة في المدن الكبرى إتحاد من أجل الجمهورية الحاكم يتصدر المشهد السياسي وحزب التواصل المرجعية الإسلامية يتشاهد تصدر المشهد المعارض أنواق شوط عاصمة البلاد يبدو مؤجلة لمعركة بين الحزبين للشوط النذهاني كل الأمور الآن تتجه إلى الأغلبية البرلمانية هل ستحصل المعارضة مجتمعة على الثلث المعطل هل ستحسم الأغلبية وحزب الإتحاد من الجمهورية بذلوذين يسمعان لها بتعديل الدستور يبدو أن الحزب الحاكم يحقق التقدم حتى الآن رغم المنافسة الشديدة من المعارضة خاصة حزب تواصل ليبقى التساؤل هل سيحقق الحزب الحاكم الأغلبية داخل البرلمان أم أن المنافسة ستمنعه من ذلك محمد فضل حرار نوكسو مجمع هل ستندل جزع تمتتتون شهر ستندل